اهلا بيكو طلبة وطلبات تلتة سنوية يا جماعة ده الجزء الاخير من القواعد التراكمية علشان امتحان 22 ان شاء الله والخاص بيه استخدام مين وسبوز والسيم والستايت فيرز زيبا نسميها او الستايت فيرز افعال الحالة والكلام ده معاكم مستا العصام عشان كل شوية واحد بقى يعلق ويقول لك حضرتك مين هو حضرتك تبع ايه بالزبط انا من فريق اعداد كتاب اي وان وبهذه المناسبة السعيدة انا هسيب اللينك يا جماعة بتاع صفحتي على الفيس بحيث ان انت لو عندك سؤال في كتاب اي وان ابعته لي على الميسنجر وباذن الله هرد عليك او لو عايز اجابات معينة هبعتها لك كده عشان يبقى ايه بقى ريحنا ضمرنا والدنيا كده كويسة للكل طيب هنخلص النهاردة الجزء الاخير من القواعد التراكمية وبعد كده شوية فيديوهات بقى مراجعة وجمل جميلة بقى نجمع فيها كل الافكار المهمة اللي مرت وبالذات في الجرامر الفكاب يا جماعة سهل جدا ليه انت عرفت ده كذا وده الكلمة دي معناها كذا هو ده المعنى اللي يكمل الجملة وعرفت الفرق بين الفرب والادفرب والاجكتف والحاجات دي سهلة جدا بالاضافة الاسئلة كتيرة تبقى في اسئلة السكيلز بقى المهارات والريتنج والكلام ده باذن الله تابعونا انا بس مش عايز غير حاجة واحدة جماعة لو لقيت خمس دايق اعمل شير للينك بتاع القناة شير الفيديو من الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي في اي جروب تعليمي سنوية عامة غيره انت بتدخل عليه على الواتس على التليجرام وبكده مش عايزين منك حاجة تاني طيب تعال نشوف موضوع كم حاجة دول حاجة بسيطة بقى في الجرامر مش هتاخد مننا وقت بازن الله هنبدأ بمين مين ده من الاريجيلر فيرب زي جمال عفقال الشازة مين منت منت وبستخدمه باكتر من معنى وباكتر من شكل يعني هنشوف بقى اي جي ازاي اول حاجة ان انا لو بتكلم على معنى حاجة عايز اقول الكلمة دي معناها كذا طيب ولما اجا اقول ان الكلمة دي معناها كذا الفعل مين بالطريقة دي يبقى state verb يعني يبقى تبع المجموعة اللي لسه هنشرحها بقى state verb ما ينفعش هستخدمه في الازمين المستمر يعني ما اقول مثلا the word significant من الكلمات المهمة اللي مرت في المنهج بمعنى important فعايز اقول ان دي تعني كذا اده المعنى الاولاني للاستخدام الكلمة the word significant means important خلصت طب ينفع اقول is meaning اما هو هيدي لي بقى is meaning و has meant و has been meaning is being meant و حاجات غريبة في الاختيارات انا عارف ان ده ما ينفعش يبقى مستمر طيب يبقى في الحالة دي باستخدم دايما present simple عايز اقولها في سؤال اقولها بالطريقة دي what does that sign في لفتة في الشارع بتقول no parking او stop فالعلامات بقى والارشادات بتاعت المرور كلنا عارفينها what does that sign over there mean over there يعني اللي هناك it means stop و عارفين انت علامة stop بقى بتاعت المرور طيب نيجي بقى استخدام تاني لكلمة mean بمعنى يقصد او يكون متعمد ان يعمل حاجة و ده مر علينا لما كنا بنتكلم على الفرق بين الافعال بتاعت stop و forget و regret و remember و انت مش فاكر لكن مره قبل كده بس عشان احنا هنا جينا نتكلم عنه في حكاية افعال تراكمية و grammar تراكمية بقى نقولهم تاني في الحالة دي لما يجي بمعنى يقصد او يكون متعمد عمل شيء بجيب بعدها to the infinitive خلي بالك من حكاية دايما انت لغبطوا هما يا جماعة زي حكاية حروف الجر كده يا ترا الفيرب ده بعديه to the infinitive ولا بعديه ing اصلا انا مستر بنساهم طب ما صلو كتار طب ما هو ساعات بيجي بعديه infinitive من غير to و ساعات بيبقى to and g كمان زي look forward to معلش هو معه الحل الكتير في الفترة الاخيرة دي هتلاقي الدنيا ان شاء الله بقت مألوفة وبمجرد ما تظهر الجملة قدامك في الامتحان هتفتكرها ان شاء الله ما تخافش ما تقلقش ان شاء الله خير طيب يبقى ده لما يجيب معنى انا ما كنت شاصة ادوس على صوابق رجليك او في البس وكده ولا في المترو وانت بقى i'm sorry والدنيا زحمة موت بقى i'm sorry i didn't mean to step on your toes طب ما عليش طب اوكي it's okay don't worry طيب يبقى هنا mean to طيب ساعات ييجي الفعل مين بمعنى يتضمن يتضمن يعني اه 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 يشتمل على يعني 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 انفولف اه مارفر بانفولف ده المفدت بعارف طبعا انفولف فبيقول واحد اه اه في وظيفة جديدة طب الوظيفة جديدة دي اه بتتضمن انه هو مثلا كل اه اسبوع يسافر مكان معين فعايز اقول ان الوظيفة جديدة هتتضمن كزا هتشمل كزا فقولها ازاي oh my new job will mean traveling في الحالة دي هستخدم ing هنا مش معناه يقصد او يكون متعمد عمل شيء زي اللي فاتت بس تخدم هنا ing mean traveling طيب هو لسه في لا دا انت عندك لسه 10 11 حاجة تستخدم لتدل على الزام او ضرورة الزام او ضرورة بمعنى بمعنى يستلزم يستلزم يعني necessary طيب يعني i'll have to take the 7 a.m. train to cairo حلوة او 7 a.m. train to sail which means وده يستلزم وده يخلي من الضروري ان انا getting up at 5 a.m. عشان لسه باعة بتنروح المحاطة او يبقى بدين بمعنى ان شيء او حاجة ضرورية المفروض تتعمل وبس تخدم ing. طيب ممكن كمان حاجة غريبة ان يا جماعة هنا اه هتقول لي انت بتقول زيادات واني مستر فلان او مستر علان ما قالناش الحاجة دي ما عليش وانت الحاجات دي قالتها الوزارة بعد ما الناس تقريبا بطلت تنزل حصص ففرصة دينا مع بعض بقى القناة وعندك سؤال ابعته وما تقلقش اه 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 ممكن دي معنى يؤدي الى يؤدي الى يؤدي الى يسبب الغريب ده انا مستغرب برضو يعني يقول لي the bad weather هذا الجو السيء اللي احنا فيه والمين long traffic delays هيحصل تأخير كتير طويل في المرور الاوطرات هتتأخر والطيرات والحاجة اه يبقى مين هنا هيكون السبب في حدوث انه شيء غريب طيب ايه كمان ممكن استخدمها عشان اقولي ان الحاجة دي مهمة او الشخص ده مهم بالنسبة لي حيف لما مثلا عندك حد عزيز عليك كده وتقوله you you mean a lot to me you know you mean a lot to me يعني you are very important to me طيب واحد تاني يقولك ياخر انت شاكلك كده بتعمل كده عشان الفلوس ولا فلان بيعمل كده عشان الفلوس فيرد عليه يقوله money means nothing to him ايه ماني المال لا يعني اي شيء بالنسبة له يعني عايز يقول money is not important يا جماعة الزيادات اللي بنقولها دي ممكن تلاقيها في سؤال تاني يعني 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 رح جايب لك مين ده مثلا في جملة ويقولك mean here means it is necessary it is not it is important او مرت بالمعنى المختلف اللي احنا عن اللي عارفينه مثلا في قطعة comprehension قطعة comprehension قبل مناسبة الاخ اللي بيقولك دربنا على comprehension في فيديو محطوط تحت في صندوق الوصف تحت فيديوهات الاخيرة ازاي احل comprehension احنا بقولك ازاي تحل comprehension بتعمل ازاي تقرأ القطعة في الاول تقرأ بعد كده الاسئلة بعد كده بتقرأ القطعة تاني بعد كده بتبدأ تجاوب لكن مش هينفع في الايام دي ان انا اجيب قطعة ونقعد نحل فيها وناخد مثلا ساعة على ربع في حل خطعة comprehension لا انا اخد خمسين جملة grammar وvocable وترجمة و skills احسن وده الوقت ده اللي لاقي يحصل في الكلام ده فانت شوف الفيديو بتاع ازاي تحل comprehension بعد كده قعد حل حاجة يكون لها نموذج اجابة طبعا comprehension جماعة موضوع تراكمي بقى مش تراكمي لا ده تراكمي 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 يعني ايه يعني بيحتاج انك انت تفتكر كل اللي اخدته في الانجليش بالنسبة للvocable والتعبيرات والكلمات دي كلها وتفكر في المعنى وتعرى الجملة وهيبقى فيها كلمات مثلا انت مش عارف معناها ومع ذلك تجيب الحل كله صح لاني ما ينفعش ان انا اتصرف بغباء في ال comprehension ويجي كده عند كلمة واقفة معايا في المعنى واقف كده واسيب بقى القطعة بقى اقف عندها او على بيت ما اقف عندها وعبت مرجع تاني كمل هكون نسيت ال paragraph اللي هاريته وخلصت مثلا يبقى انت كده بتضيع نفسك طيب شوف الفيديو بتاع ازاي تحل comprehension وموجود في نوعيات الاسئلة اللي عادة بتيجي واتصرف ازاي ونماذج من comprehension مرت في امتحانات صنوية عامة قبل كده اتفرج عليه طيب ده حاجة تاني بقى بالنسبة وده اللي موجودة ومركز عليها في الكتاب ايه ده يعني للبقى مش مهم لا مهم برضو اللي هي يقولك بي منت تو بي منت تو يعني يعني الحاجة دي منت مقصود منها كذا يعني او مفروض انها تحصل هنا في معناها تشبه بي سببوز تو من المفترض او ممكن استخدمها عشان اقول ان الهدف من استخدام حاجة هو كذا البيربس يعني الغرض من خمس شهور لما قلنا ان الفيرب ده لما يجي في زمن كذا يبقى يدي معنى كذا الاحوال الجوية بس ده المفترض انه يحصل اوه يعني انت عايز تقول ان في الجملة دي اقدر بدل اوه منت تو ارايف استخدم اوه سابوز تو طبعا اوه سابوز تو ارايف هي جملة تدي المعنى ده عشان كده في جملة زي دي بقى لو جاب جملة زي كده مش هيحط اللي اوه منت تو ارايف و اوه سابوز تو ارايف في نفس الاختيارات ما ينفعش طب تعالى معنى تانى دي نيو السناد دي مات بص بمجرد ما تقابلوا اه حسن و نعيمة بقى و ياسين و باهية والعالم دي اه دي مات بمجرد ما تقابلوا بمجرد ما شافوا بعد دي نيو عارف انهم ايه دي ورمينت تو بيتو جيذر يا سلام اما القدر هو الذي يجمع هما معا ده الكلام بقى الفوض بتاع الافلام بقى اوه ممكن يبقى صحة اوه ده بقى حاجة من القدر طب تعالى نشوف بقى الاخيرة دي بقى بتكلم على دواء دراج يا جماعة مش دايما معناها مخدر عشان فيه طلبة اول ما يشوف الدراجز تعيس انه هو اصلا ليه في الدراجز دي يا ربي كلها فدراجز تيجب معنى ادوية وتيجب معنى مخدرات حسب السياق بقى ده هنا واحد بيقولك صعوبة في التنفس ده ياخد دواء كده وعشان النفس يستريع هذا الدراجز من استخدام من الناس تقول ان ده مبني المجهول طب انت كتبها هاي في رقم سبعة تستخدم مبني للمجهول لو عايز حاجة اقول تاني برضو ايه بتاني ابوس جه فعلي يوز هو اللي هيستخدم نفسه اوه ده مجهول كمان تاني تو المصدر لما عملها مبني للمجهول بتبقى وتصريف ثالث يعني اتنين مجهول وربعة يا دي السنة المجهولة دي يبقى this drug is meant to be used by وهو اكدتها by be used by يعني انا لو شلت is meant دي هقول ايه this drug is used على طول حال طب is meant is meant to be used هنقصد خلي بالك من تركيبة الجملة لان السيدة المبجلة المحترم ووضع الامتحان احيانا يفكر ويرب ما يفكرش كده السنة دي عشان الدنيا مش نقصة ويقول لك اعمل له حركة في الجملة واجبله الاثنين مجهول ورا بعض واخليه يجهل حل الجملة فادخله في مجاهل وحاجة زي كده لا انا فاهم هو drug مش هو اللي هيصد هو الدراج ده يقصد منه يستهدف أن يستهدف يعني مجهول طب مش هو اللي هيستخدم نفسه to be used تمام بعد كده تيجي بقى كلمة means الغريبة اللي انا كانت محيرانة زمان في أول سنوين ليه means اللي فيها s دي لما استخدمها now بمعنى وسيلة وبمعنى وسائل يعني تدي معنى المفرد وتدي معنى الجمع من غير مجي ناحية الاس الاس موجودة دايما في الكلمة ما تتشالش بدا طب افرد وفرع زي بين المفرد والجمع افرد جابها مثلا في الامتحان وقال لي means is ولا or يا جبت التايها بقى هو لو قصد المفرد هاي حط قابليها a تعالي شوف مثلا بجملة تانية سيل فونز سيل فونز اللي هي الموبايلز اللي هي الموبايل فونز are a means of communication وسيلة اتصال طب قصدها جامع في المثال الاول بسز ان ترينز are means of ايه بقى هنا means جامع فبعرف طبعا الجامع والمفرد من خلال وبهذه المناسبة طبعا من ضمن الحاجات التراكمية اللي على حضرتك ال countable وال uncountable nouns الاسماء المعدودة والغير معدودة ودي ليها فيديو هي والارتكيلز برضو من التراكمية اوى ان وذا هتيجي منهم جملة في الامتحان خلي بالك وعندك الفيديو بتاعهم ومذكرة تحت الفيديو الملف موجود يعني عايز اقول ملكش حجة طيب لسه في تانة عالمية له و ايه ده كل ده انا قولك تفكر الفيديو هياخد عشر دقيقة طيب ممكن اقول مين ذات بص هو تلاقي ذات طب ايه اللي بعد ذات اللي بعد ذات طبعا مش جاي اسم اشارة يعني احنا عارفين حاجة اسم هادس اسم اشارة للقريب وذات لما شور على حاجة بعيدة اقولك ذات اللي انا ماسك فيدي وذات اللي على الترابيزة هناك اخر الدنيا لا انا متكلمش على كده انا متكلم على ذات اللي بيجي بعدها جملة فمين ذات بعدها جملة كاملة جملة كاملة يعني ايه يقول لي ذات و جملة يبقى انا كده فاهم ممكن كمان مين ده في الرياضيات بقى اوه جاتلي في كومبريهنشن وملهاش دعوة بمعنى يعني والمقصود منه ويستهدف ويتضمن لا جاي بمعنى متوسط عدة ارقامه اللي هو يسمونه بساعات بارده ايه يقولك الاريثماتيك مين اريثماتيك مين اوه نمبرز 2 4 6 8 & 10 وانت عارفين بقى جيب المتوسط ازاي واجمع الخمس ارقام وقسمهم على عددهم يطلع لستة عشان دول تلاتين على خمسة فيها الستة ايبقى انا كده جبت المين جبت المين طيب فضلش غير حاجتين بسيطتين سهلين بيقولك ان مين ممكن تجي الصفة بمعنى ساعات يقولك الشخص ده مين بمعنى حقير او وضيع يقولك الكمية ده مين بمعنى ضئيلة ومش كافية يقولك الشخص ده مين بمعنى بخيل بمعنى يعني كان كرو القاسي وهنا بقى يقولك ده بيتكلم على ابو ام كده يقولك لتعبط لده مين بلكاتات أيه ده فيه سجع بين كتاتات وأم بادي ما علينا ام عايز اقولك كعن بلغ بخلهم مبلغا او لدرجة ان مايشتروش سرير زي الناس طب هتقولهم سرير كويس نمو متوسط ملناش علاقة بيها خدنا مين كفاعل لا بتكلم على ميننج بمعنى معنى معنى حاجة يعني انا بالسؤال اقوله كده اقول what is the meaning of consumption هي consumption صح معناها ايه الاستهلاك طب عايزة استخدمها مين بس فاقولها ازاي لا عايزة استخدمها مين يبقى اقولها كده what does consumption mean اه لان انا كده جبت فيربي بيبقى ارجع بقى اجيب الفعل المساعد لكن معنى وين هستخدم فيربي تو بيه واقول what is the meaning لكن هنا what does mean اهو بلونها لك عشان نفسه بتتفتح للمذكرة طيب سيبنا بقى مين واخدنا بيه من طول اللي فلقنا بيها في الكتاب وفي مجلد المفاهيم وحاجات عجيبة طيب نجل سيم بقى سيم كلنا عارفينه سيم يبدو سيم زي look يبدو زي appear يبدو طيب او عشان كده بنسمي الفعل سيم ده من افعال الربط او افعال الربط دي ابي عارف الكلمتين دول عشان اسئلة بتاعت السكيلز دي يقولك يعني linking verb طب link يربط يوصل طب بيربط بين ايه بين السبجكت الفاعل واجكتف او ناون بيربط فاعل الجملة بصفة او اس زي زي verb to be يقولك he is he is ايه يعني he is a doctor يبقى كده verb to be ده linking verb ربط ما بين الفاعل he وبين النون doctor طيب she is clever اهو فربي توبي ربط بين الفاعل she والاجكتف والصفة clever نفس الكلام سيم نفس الكلام سيم اهو she seems excited clever interested انتريسته 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 طيب او يجي بعديها ناون their meeting seems a coincidence لا ما تقوليش ايه coincidence ده عندك من الكلمات اللي موجودة في المنهج coincidence مو 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 صادفة طيب نيجي بقى ليه اكتر من طريقة لاستخدام الفيرب سيم لاحظ ان انا ساعات ابدأ بايه تبقى اللي عبارة التركيبة دي خلق من التركيبة دي يقولك it seems that وزي ما قلنا بعد كده قبل من شوية mean that بعدها جملة كاملة نفس الكلام it seems that بعدها جملة كاملة it seems that he likes classical music جدع طيب ايه اللي ممكن يجي بعد السيم اه ممكن يجي تو والمصدر مصدر مع تو اللي هي تو plus infinitive يعني اذا كان زمن جملة مضارع طيب يعني ايه يعني اقولها كده he seems to like he seems to like he seems to with infinitive classical music طيب في حالة الماضي سهلة جدا هو قاعدة عامة جمعة تو والمصدر لما خليها هاتو شير للماضي استخدم to have وتصيف تالي to have and past participle يقولك the old man seemed to have left work years ago اه طيب انا عايز بقى تعالى ارجع الجملة لاصلها عشان تبقى فاهم جيت ازاي يعني اصلها the old man ايه بقى ايوة كان اصله ماضي الفعل زي كده انت شايف يبقى the old man left work years ago فلما جيت استخدمت the old man seemed يبقى to have left this custom custom عادة 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 جماعية seems to have existed for hundreds of years دي كان اصلها مضارع تام لو انت هتبدأ ب this custom وتجيب exist تبقى has existed فهاز existed لما جيت بعد seem ب it seems to have existed طب لا ادينا كم مثال تاني اهو اهو ما تلعش كله موجود it seems that she has lost her keys it seems يبدو ان هي فقدت المفاتيح معلوم ممكن اعملها معلوم بقى باستخدام seem اقولها ازاي she seems to طيب واشوف الزمن اللي هنا ايه ده has lost ده مضارع تام خلاص يبقى to have lost her keys طيب عايز اعملها مجهول وابدأ بالكيز يبدو انها فقدت حلو الكيز يبدو انها فقدت يبقى here keys seem مش seems معا seem to have been lost ايه to have وتصريف ثالث لما عمله مبني للمجهول بزود been دي been او been طيب يبقى here keys seems to have been lost ده في المبني للمجهول طب ما تدينا كمان مثال تاني انت وراك حاجة لما وريش ادي مثال تاني it seems that the committee members committee members اعضاء اللجنة يبدو ان اعضاء اللجنة توصلوا لقرار have reached a decision او مضارع تام ده معلوم برضو طيب عايز اقول ان هم اعضاء اللجنة يبدو هي هي نفس الفكرة بس اقولها بطريقة تاني معلوم برضو the committee members seem بس اقول seem ايه بقى to have reached a decision تعالى نبنيها للمجهول يبقى ابدأ بالمفعول اللي هو a decision كمان ده حتا فيها مراجعة للمبني المجهول عايز ابدأ بقى decision اه طبعا decision ده مفرد اوه اوه الكوموتين members هنا كانوا جمع فاقولنا seem لا هنا decision مفرد اقول seems ده حتا بقى من شكل الفعل لان نحن السؤال في الاختيارة على شكل الفعل seems to ايه to have reached ده اللي هنا هزود لها ايه هزود لها ايه هزود لها بين يبقى to have been reached ممكن استخدم بعد seem adjective قولناها من شوية she seemed عود هدف اول حاجة اه 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 هي اه she seems excited shes seems happy فين اه اه؟ اه she seemed happy طب اه ايه يعني ثاني اه اه احط قبل الصفة to be بس to be ده اللي قبل الصفة مش لازم يعني ممكن ما تلاقيهاش لكن الاساس هو الاجيكتب she seemed happy هي هي she seemed to be happy طب ادينا كمان سلم اوه مثال تاني وتالت اهو I think she is excited اعتقد اعتقد يعني يبدو اهو هي هي نفس الفكرة ابتدي ب it seems ابتدي ب it seems that قلنا بعدها جملة كاملة يبقى it seems that she is excited طب ابدأ بشي نفسها وهات seem يبقى she seems to be excited وممكن من غير to be اقول she seems excited على طول she seems happy طيب حاجة بقى اخلي بالي منها من باب العلم بالشيء جتني في جملة بقى فاهم لحظ استخدام الحاجتين دول يا اما as if او as though معناهم كما لو يبدو كما لو مع seem بقى لك seem as if seem as though يبدو كما لو طيب طب وبعدهم ايه يعني وبعدهم جملة جملة مضارع لو الكلام مضارع ماضي لو الكلام ماضي اهو مفيش غيرهم حالتين it seems as if he wants everyone to feel sorry for him يبدو انه عايز كل الناس يعني تشعر بالرثاء والاسف علشانه عشان يجذب الاهتمام مثلا طب تعالي خليها حاجة ماضي it seemed as though برضو زي as if هي هي مش هيديني اتنين مع بعض طبعا يقول لي اختار ايه طرع as if ولا as though لو راجل كل اه اختار he wanted عشان ماضي لاحظ كمان ان ممكن seem يجي بعدها like لكن ما يجيش بعدها as يجي بعدها like ما يجيش بعدها as seem like و adjective و noun يقول لك he seems like a nice person يعني طب ما ممكن من غير like واقول he seems a nice person اه طبعا ممكن انا بقول لك لو هتيجي هيجي بعدها like لكن ما نفعش اقول he seems as has الجملة دي غلط he seems like طيب فيه التركيب بقى ممكن يروح بادئ الجملة بthere ويجيب بعدها seem to be يعني 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 المثال هيوضح الدنيا there we seem to be there we seem seemed ماضي اي حاجة there seems to be a mistake in these calculations الحسابات دي يبدو ان فيها غلطة can we check them ما تيجي نرجعها there seem to be no reason why اه وخلي بالي ان reason why بيجي بعدها جملة لكن reason for اه دي اخد نكم ده قبل كده ايوان افكره reason for يجي بعدها now يجي بعدها ing ممكن كمان استخدم seem to be وverb في ing اي لا اكفاء كده ده كتير seem to be وverb في ing لما كون بقول يبدو ان الحاجة بتحصل دلوقتي he seems to be having ليه لانو شايفو مش قادر يتنفس بسهولة يبا he seems to be having عيز تتأكد she'll seem to he is having difficulty breathing بيعاني من كذا طب ما مثال تاني اوه he seems to be having fun playing computer games يابدو ان هو مستمتع بلاب games في الكمبيوتر وده معناها ان انا شايفو قاعد على الكمبيوتر وشايفو بيلعب وواضح جدا ان الحدث بيتم دلوقتي he seems to be having اصله في الكتاب بتاع الوزارة في مجلد المفاهيم في جملة شبه كده يقول لك my grand ma seems to be having fun هي اصلها الجملة she is having fun ولما حط seem يبقى seem to be والان جي يبقى she seems to be having fun تعال شوف هنا بقى دام شاء الله داعا طالب طالب محترم طالب قاعد في قطه النور لسه منور في قطه والساعة دخل على 12 نص الليل وحد بيتكلمه بقى الوات فين يا مدام قالت له the light is on انهز روم النور مضاء في غرفته يبقى بيعمليه دلوقتي now he seems to be studying خلصنا سيم خلصنا مين فاضل be supposed to ودي الكلام عليها مش كتير لانهما كلمتين ورد ايه غطاء see be supposed طبعا بصرف بيه ده على حسب الجملة لو انا بستخدمها في البرزنت المضارع يبقى am is are supposed to الانفيندر طب بستخدمها في الماضي يبقى was or were supposed to الانفيندر بستخدمها في ايه تعال نشوف بتعبر عن التزامات obligations سمعت كلمة obligation دي اكيد وممكن تجيت في الترجمة وموجودة في العموار بجد يعمل حاجه معينة يعني ان انا ثم مهمة اهو بولا اه اه ام ا مجال ان نت probation ابني arose في알uly انا لازم اعتني باخي يوم بابا وماما يبقوا لي واخوي الصغير واناdig في البيت وانا لازم اخلي بالي منه وده حاجة ضرورية ممكن يحصل حاجة سيئة لو سبته كده براحته She is supposed to study chapter 2 for the exam tomorrow ايه ده ما فيه امتحان بكرة والامتحان ده على chapter 2 يبقى معناها She must study She has to study طيب مكان واحد رايح يركن في المكان والمكان عليه بلافتة بتقول no parking يا بنادمين فانت بتقول لصاحبك ارجع ارجع يا الشام ليه you are not supposed to park here يعني you are not supposed to park here ارجع بقى الجرامر بتاع واحدة الرابعة بتاع الافعال النقصة هتلاقي تقدر تحط مكانها mustn't to can't mustn't to can't اه ما هنا قلنا بيه supposed to بتعبر عن حاجتين بتعبر عن حاجتين طب بان فيها مش مفروض انك تعمل كده ممنوع انك تعمل كده يبقى mustn't وكانت لما تبقى من فيه you are not supposed to يعني you mustn't park here you can't park here طب تعالى نشوف الماضي كان مفروض احمد ييجي زرن مبارح طب دي تفهم منها ايه تفهم منها انه مجاش يبقى انا لما بستخدم was were supposed to بتكلم على she can متوقع انه يحصل ولكنه لم يحدث ادي المثال الواضح he was supposed to finish the job طب هو انا كده فهمت انه مخلصش الجاب فعلا طب ليه عمه but but he was ill هو كان مفروض لكن كان عيان هيخلصه ازاي طب we were supposed to take the 7 a.m. train وكان مفروض ناخد قطر الساعة سامعة طب هما ليه اللي حاصل يا جدعاء we got up late حينما اتاخر رح علينا القطر للتعبير عن ترتيبات لشيء يجب القيام به يعني ترتبات او I am supposed to cook dinner on Monday evenings المفروض اني كل يوم اتنين بالليل العشاء انا اللي اعمله طب وعشان اعمل العشاء ده بروح اجيب الخضار بنزل اشتري اللحمة الفراخ بجهز كل حاجة علشان اول ما يجي يوم الاتنين بالليل الاقي كل حاجة جهزة وانا عملت الترتيبات ما فاضلش غير ان انا اعمل الاكل ناس فهمها كان بسيط يا جماعة القوة تركو ميدة حاجات سهلة ممكن كمان be supposed to ده بتعبر عن رأيي اعتقادي في شيء او شخص معين يعني عارف زي كده يقولك ايه يعني الناس بتعتبره كذا اهو يقولك هي انتكلم عن محمد صلاح بقى he is supposed to be the best footballer in Egypt طب يعني يعني اقدر الجملة اقولها بطريقة تاني بسيطة سهلة بعيدة عن اي تعقيد واقول i think i believe ما هو التعبير عام ما نعتقده i believe that محمد صلاح is or that he is the best footballer طب ايه رأيك في سامسونج مش عارف اس كامل اللي طالع لسه الشر اللي فيه ده فيرد عليه ويقوله it is supposed to be the best phone that you can buy هو يفترض يفترض هنا يعني يعتقد انه افضل موبايل تشتري بس خلي بالي بقى لما اجا استخدمها في صيغة السؤال وفي المبني للمكهول او لما اجيب بعدها مبني المكهول في صيغة السؤال هي am is are supposed to بين am و is و are و supposed to بحط الفاعل بتاع الجملة تطلع سؤال يعني انا بتكلم على نفسي فهقولها كده am i supposed to lend them the money they need طب في الماضي هجيب was aware الفاعل supposed to was she supposed to help you do the homework هي المفروض اختك الكبير هتساعدك في الهومورك لا يا اخو اعمل الواحدة كده طيب تعالي نشوف لما ايجي بعدها مبني المكهول هي طبعا بيجي بعدها هي is am or supposed to two and infinitive قلنا لما مبني للمكهول بستخدم to be وتصف ثالث two and infinitive يا جماعة لما يتبني للمكهول زي ما قلت ساعة واحدة بنتكلم على seem two and infinitive لما عملوا مبني للمكهول بستخدم to be وتصف ثالث او this job الجوب ده مش هيعمل نفسه الجوب ده كان المفروض يتعامل النهاردة طبس مش هيعمل نفسه يبقى مبني للمكهول بعد supposed to يبقى the job is supposed to be done بيعالي مثلا today ويه علم تسفهم دي ايه خلط ده طيب تعالي بقى نشوفها سؤال وبرضو بعدها مبني للمكهول هي الكتب دي المفروض تتذكر كويس ولا محزوفة ولا مش جاي منها بصوا هذا في الجامعة بقى يقولك كده are these books supposed مش الكتب مش هتذكر نفسها are these books supposed to to be studied well طيب وزي ما عملنا مع سيم لو انا بتكلم على الشيء مفروض انه يحصل الان اقدر اجيب بعد be supposed to be وفير بيمضاف له ing يعني ايه يعني دلوقات الساعة عشرة وهي معاد شغلها من تمانية لوحدة يبقى المفروض انها دلوقتي دلوقتي وانا بتكلم بتعمل ايه الساعة عشرة اهو she is supposed to be working now طيب you are supposed to be studying دا ماما زبطته بقى الولد وهو بيلعب computer games فيه خلاص سنوية عامة فضل الله ما عافش كم يوم يا ابن وراحت بقى بدي ياله you are supposed to be studying for the exam هتشلني but you are playing computer games يا خويع you should be studying اه لما اجا استخدم should في حاجة زي كده بتعبر عن شيء المفروض الواحد يعمله دلوقتي يبقى باستخدم should be والانج زي be supposed to be والانج هو انت ما خلصتش خلاص اخر حتة هي بتاعة the state of verbs او the state verbs على طول ودي يا جماعة مش جديدة لان انا شرحتها قبل كده شرحتها فين يعني ساعة ما كنا بنتكلم على الازمينة والحاجات دي ما علينا هم تاني هوا عشان انت ما سيكلي بقى تقول لي فين التركوم هم الافعالهم ودي معناهم جنبيهم وكلهم كلهم مروا عليك قبل كده هيت يكره مين ايه ده انا اقراهم انضيع وقت ما هم خلاص وهم وخدتهم قبل كده بس خلي بالي منك ملحوظة هي الافعال الحالة يا جماعة ما ينفعش تيجي في الازمينة المستمرة يا ولنفعش اقول اي ام لايكينج يو لا اي لايك يو انا مو عجب بيك ده خير i love you بقى فهم الشاعر واحاسيس حاجتين طيب اي ام بيليفنج زا او ده تيم اعتقد ان التيم اقول اي ام بيليفنج لأ بيليفي اعتقد ما يجيش في الاستمرار كنق نفس الكلام يبقى انا كده عرفت بقى حاجة زي تينق وبيليف لا تستخدم في الاستمرار بس ساعات think بنشوفها مستمرة اه فعلا صدق بس دا امتا لما تيجي بمعنى consider يفكر فيه مش يعتقد اما لدول ايه دول يعتقد يعتقد مش عارف تكتب يعتقد ولا اغبطت الدنيا مش طيب لكن لما تيجي بمعنى يفكر فيه لا لما تيجي بمعنى يفكر في حاجة انا بفكر الشارع عربية انا بفكر بعد ما خلص جامعة أسفر برا لا فى الحاله دي تنفع بقى يخليها مستمرة واقول اي موقع ان ارشين كنده اي موقع ان ارشي فينجلند اي حاجة فعل انجوي انا باستمتع بحياتي في القاهرة لأ انا من اجدع بالقاهرة المهم انت في القاهرة مستمتع بحياتك في القاهرة يعني دي حاجة موقف دائم اسمه موقف دائم وطالما باستخدم انجوي للتعبير عن الاستمتاع بموقف دائم ما ينفعش بقى مستمر ينفعش اقول اي حاجة اي حاجة طيب لكن انا دلوقتي في اجازة لمدة عدة بالضعط ايام في الاسكندرية ايه اخبارك ده واحد يتصل به اسكت يلا وعلى الجو هنا بقى والشط والمية يبقى انت كده بتكلم على شعورك في وحظة في وقت معين مش بتكلم على موقف دائم يبقى في الحالة دي ينفع اقول ايام انجوي طيب لا واخلي بالي كمان يعني مثلا عندي فعل زي فيل في الجدول هتلاقي يقولك فيل من ضمن الافعال اللي ما تجيش في الازمان المستمر طيب حيل ده فيل اللي هو ايه يعني ده فيل بمعنى يعتقد ده فيل بمعنى ان الشيء يكون ليه ملمس معين لكن فيل بمعنى انا شاعر النعيان انا من مبارع مش قادر اكل لا ينفع في الحالة دي ايه هب بين فيلين سيك او اشعر بالمرض منذ العثنين الماضي طيب ودي تينك بمعنى يفكر مش يعتقد بقى عشان كي جاي مستمرة اي هب بين تينكين باوت هز اوفر فور لونج تايم طيب في الجدول يقولك سي ما ينفعش مستمر سي بمعنى يفتح عينيه فيشوف حاجة كده قدامه لكن انا هشوف الدكتور بتاعي لأسنان بكرة عشان عندي الدرس ده اه يموتني لا ده هنا بمعنى يقابل سي هنا بمعنى ميت يبقى ينفع مستمر I'm seeing my doctor tomorrow يبقى سي بمعنى مين بالنسبة للأفعال الخاصة بالحواس وبالتاة دول يا جماعة بالذات طبعا فيل اللي هو الحاجة تبقى لها ملمس معين مش فيل يشعر يجد عن فيل اسمها حاسة اللمس حاسة الشم حاسة التذوق طيب اذا كان الكلام بيعبر على ان الشيء لها ملمس يعني يقولك القطيفة بيبقى لها ملمس صفت كده صح الوردة سميلز لها رائحة معينة الاكل ده ليه مذاق قوعة رائعة في الحالة دي يبقى دي اسمها افعال حالة وما ينفعشي استخدمها في الازمينة المستمرة طيب جات بقى انا ماسك الاكل وعمالة ادوقه وانا بطبخ عشان شوف بقى عايز ملح تاني ولاية حاجة يعني الشخص بيقوم بحدث يبقى دا اسمه حدث اكشن اكشن مش استيت حالة وفي الحالة دي ينفع اخليه مستمر بص الامثلة دي الستة موضحين التلات افعال دول تماما اي هاف ان اولد كار لا خلنا دي ما انهاش علاقة هنا هاف بمعنى دي طب ما المفروض معلش معلش جماعة انا جيب دي عشان هونو واحدة عشان الاتنين هاف وهنا تيست نجيب دي برضو يبقى تيست بعد تيست وبكده يبقى الترتيب بتاعهم صح مشي اشت اهو اي هاف ان اولد كار هنا هاف بمعنى بمعنى يملك نعم ما ينفعش يبقى مستمر وزي البقين اون في الجدول يملك بزيس يمتلك طيب لكن انا دلوقتي باخد شاور لا اخداني الشاور ده اكشن ده بتفتح المية وتروح وتيجي تحت المية وتستمتع بالمية هاف هنا ادياماتكيوس يعني بيشير لحدث بيحصل فينفع يبقى مستمر they are having a shower طب تعالي شوفوا الاكل يا سلام على طعم الاكل ده this food tastes nice هذا الطعام له مذاق رائع ايه ده هو ده حدث؟ لا مش حدث ده انا بوصف حالة الطعام يبقى منفعش مستمر طب الشاف بقى الراجل الشيف الشربيني والشيف مش عارف مين اللي بيطلعونا كل شوا في تلفزيون دول وفلقونا بيدوء الاكل بتشوفه انت هو بيطبخ في التلفزيون ويروح اه شايفين يا جماعة يا سلام يا تكاتو يا حركاتو والحاجة دي يبقى ده هو ام بحدث يبقى ينفع مستمر this flower smells good الظهرة تعطي رائحة لها رائحة انا بوصف حال الظهرة طيب انت مسكت الظهرة واخست تشم وتشم يبقى انت كده قمت بحدث يبقى ينفع مستمر واقول ينفع شيء is smelling بزمتك دي جرامر صعب لا طبعا ارجو للناس تكون فهمت حاجة هو انا بلاحظ طبعا اه اه اتلاقي مثلا 500 واحد شاف الفيديو وسبعة قال لك شكرا وتمانية قال لك لايك والباقي مش مهم هيكمل بارتو طيب وعندك exercise choose اهو اربعين اربعين جملة وطحين لو انت فهمت الشرح اللي انا قلته اقرأه تاني وهتلاقي نموذج الاجابة في الاخر عشان ما فيش وقت تاني نقعد نعمل فيديو نقول فيه الاجابات وبكده يبقى خلص فيديو النهاردة اتمنى لكم التوفيق يا جماعة انتظروا فيديوهات المراجعة شكرا شكرا نعمل فيديوهات المراجعة